تخيل عزيز المشاهد انك تقدر تتنقل بين GPT-3 مجاني وكمان تروح ل GPT-4 مجاني اضغط على GPT-3 أو GPT-4 واستمتع بالزكاء الاصطناعي السلام عليكم لو انت محتاج GPT مجاني لأحد مواقع الزكاء الاصطناعي طبعا احنا كلنا كنا بنسمع على chat GPT حاول بقى اتغير فكرتك عن chat GPT ده لان هو اصبح مدفوع بالنسخة اللي هي الربعة اللي هي GPT-4 طيب كلنا بنسمع GPT-GPT طب ده يعني ايه GPT GPT اللي هي الشبكات العصبية العاملة واللي هي Generative Bear Trend Transformer طيب كل ده يعني ايه GPT-4 يعني ايه GPT-4 يعني ايه chat GPT chat يعني هي اللي بدرداشها او المحادسة انك بتعمل chat مع الروبوت اللي هو الزكاء الاصطناعي والجي بي تي 4 اللي هو الشبكات العصبية الفكرة كلها ان فيه كتير او من الناس يعني ممكن نقول ملايين من الناس دخلت على الموقع اللي هو GPT-4 وبعد كده هما بيسألوهم وبعد كده بيرد عليهم الموقع كل ده بيتعلم وبيخزن كل المعلومات دي علشان يعرف يرد عليك انت طبعا هنعرف مع بعض كده ازاي تقدر تحصل على GPT-4 مجاني وتنسى بقى chat GPT طبعا هقولك ده من افضل المواقع او تطبيقات اللي تقدر تنزلها على الاندرويد وعلى اي او اس لكن المنصة دي مش اي حد عاملها دي خاصة بشركة ماكروسوفت وهنعرف كده مع بعض وهنفعل معاكم خاصية GPT-4 مجانية يلا بينا كدر تبدأ الشرح بس ما تنسى دعم لي بلايك وسبسكرايب يلا بينا زي ما تشاهد كده قدعمك نزلت طبيق اسمه كوبايلوت لو جنت انت تفتح الطبيق ده هتلاقيه موجود على متاجر الايفون ومتاجر الاندرويد اضغط على الطبيق دي ضغطة كده وهتستنى لحد ما يفتح معاك وجهة الطبيق الطبيق ده خاص بشركة ماكروسوفت هتلاقي فيه مميزات جميلة جدا انا هقولها لك دلوقتي في الفيديو لكن الاهم من ده كله انك بتروح عندك على الجي بي تي زي ما انت شايف كده زي ما انت شايف كده جي بي تي فور اضغط عندك على كلمة استخدام كده مبروك انت استخدمت شات جي بي تي او عفوا جي بي تي فور مجاني مفيش فيه اي حاجة خالص يعني مثلا بولك اطلب مني اي شيء طبعا بتضغط عندك على المايك علامة المايك او بتبعط له ملف او بتصور له ملف انت محتاج تبحث عنه هيبحث لك عنه عادي جدا يعني مثلا او تحل مثلا الامتحان انت بس مجرب ما بتعمله التقاط لصورة وبعد كده تقول له حل الامتحان ده وتبعط له ارسال على طول هيحله لك كذلك برضو انك تقدر تستخدمه في شغلك انت كمبرمج كمهندس كدكتور اي حاجة خالص يعني مثلا على سبيل المثال ان انا هقول له هنا نختار ما هو ترند اليوم طبعا بعمل له ارسال وبعد كده بقى هشوف هيرد علي ايه هو ترند اليوم طبعا انت ممكن تحدد دول مستهدفة يعني مثلا ترند اليوم في مصر ترند اليوم في السعودية ترند اليوم في الامارات اي دولة انت عاوزها ويبدأ كوبايلوت هيرد عليك زي ما انت شايف قدامك كده طبعا هنا بيقول لي ان فيه قولك استكشاف التجهات او موضوعات الرائجة اللي هو الترند على جوجل بس بتضعط عندك على الرابط اللي ظهر لك ده وبعد كده بقى بتستنى يفتح لك الرابط اللي قدامك هيحولك على طول على المؤشرات اليومية او ترند اليوم عن طريق كل ده عن طريق الزكاة الاصطناعي طبعا انا مش شرط انك تسأله على الترند ممكن تسأله على اي حاجة تانية هو هيجاوبك عليها طبعا جي بي تي فور من مميزاته انك بتستخدم حاجة اسمها ديل تو او ديل سري طبعا الديل ده انه هو بتحط نص او بتكتب انت تخيلاتك والتخيلات دي بتتحول لصورة ودي متوفرة في الزكاة الاصطناعي هنا كل عليك بس بتروح عندك على الثلاث شرط اللي موجودين فوق وبعد كده بتروح عندك على دي زاين كل ده بيتم عن طريق جي بي تي فور خلي بالك وممكن ترسم رسمة انت عوزها دي يعني مسلا هنختار اي حاجة من اللي ظهر قدامك ده قالك هنا صورة فضائية للرائد فضائي يتزلج على القمر مع الارض في الخلفية هنشوف بقى هو هيبدأ يرسم لك الصورة طبعا دي من اهم مميزات كوبايلوت تقدر تستخدمها بديل تشات جي بي تي وبديل جوجل بارد او جيميني طبعا ده كل ده عن طريق طبيق تقدر تنزله عندك على التليفون طبعا هو بيقولك هنا انا اعمل على ذلك سترى قريبا رائد فضائي يتزلج على سطح الامر مع منظر الارض في الخلفية خلي بالك بقى بتستنى شوية كده لحد ما يعمل استجابة للشبكات العصبية العميقة دي دلوقتي بقى بيقولك جاري انشاء الصورة وهيبدأ يرسم الصورة التخيلية لانا ادتها له يعني خلي بالك من النقطة دي انت راح بي ترجع التاني للجي بي تي فور بتغط عندك على الثلاث شورت وبعد كده بتروح عندك على قبيلوت طبعا في مميزات تانية انت تقرر تستخدمها وتفيدك انت يعني سواء كنت انت صانع محتوى او انت بتقدم محتوى او انت محتاجها انت لحسابك الشخصي طبعا هنا زي ما انت شايف كده ظهر لي الرجل الفضاء وفي الخلفية في كوكب الارض تمام يتزلج على الامر زي ما انت شايف دي الصور يعني حتى الجودة بتاعتها بتبقى شكلها طحفة يعني كما انت تقدر تعمل لها داونلود مفيش مشاكل اضغط عندك على كلمة مشاركة وبعد كده بقى بتعمل لها داونلود براحتك زي ما انت شايف كده قالك المشغل بتبع دل اي سري يعني انت احتس حاجة نزلت في الزكاء الاصطناعي طيب انت لو حاببت مثلا ترجع لكوبايلوت من جديد اضغط عندك على كوبايلوت وبعد كده برضو بتشغل جي بي تي فور او مش محتاج انك تشغل جي بي تي فور طيب هل في منصة لكوبايلوت او تقدر تخش على جوجل دلوقت وبرضو هتروح تبحث على كوبايلوت عادي جدا هتبحث على كوبايلوت هتلاقي فيها برضو خاصية جي بي تي فور تقدر تستخدمها لشغلك انت او تقدر تستخدمها في ابحاثك او بحياتك اليومية حرفين الطبيق دا انا في حياتي اليومية انا مقدرش استغنى عنه لانه بيحلي مشاكل كتير اوي في الشغل يعني انا ممكن استخدمه ان هو كي يساعدني كخدمة ليا انا يعني انا اللي سيطر عليم برضو مش هو اللي سيطر علي بس هو بيقدملي خدمة على سبيل المساعدة وانجاز في الوقت كده انا شرح انتهى من يكون شرح عاجبك كنا نتكلم على جي بي تي فور مجاني اشوفكم في حلقة جديدة دمتم بخير مع السلامة